اهلا بحضراتكم معنا طبعا تابعنا على مدى سنين طويلة السنوات اللي فاتت قد ايه الناس اللي كانت بتحفظ القرآن في الكتاتيب دي ناس يعني ده بينعكس على شخصيتها وبينعكس على أداءها وبينعكس على لغاتها العربية بشكل هائل جدا في مستقبلها فبنحس اللغة العربية قد ايه سليمة بخارج الألفاظ المضبوطة حتى لو مش هستفيد بيها في سكينة النفس والروح حتى هستفيد بيه بشكل عملي هو انه حيقدر ينطق الحروف بشكل جيد ويقدر يتعامل مع الناس بشكل أفضل القرآن الكريم فضل كبير جدا وولادنا اللي بيتعلموا القرآن الكريم من صغارهم أكيد ده بيأثر في شخصياتهم الكتاتيب كانت ظاهرة منتشرة زمان جدا دلوقتي انحسرت لكن ظهر مكانها شيوخ محفظين للقرآن في كل مكان بيساعدوا ولادنا على حفظ القرآن وعلى كمال الإنشاد الديني عندنا النهاردة طفلة نابغة عمرات 12 سنة لكنها ما شاء الله حفظة كتاب الله كله بقراءات متعددة هنعرف عدد القراءات اللي حفظة بها القرآن الكريم وكمال صوتة حلوة في الإنشاد الديني هنتكلم النهاردة عنها وعن تجربتها وحنتكلم جمال عن شخها المحفظ اللي علم القرآن الكريم لأن المعلم دوره كبير جدا مع أولادنا في تحفيظ القرآن وتعلمهم السنوكيات الصح ده شيء مهم نرجو أنه يعمل في كل مص ونلاقي في كل مص إمكانية أن نحن نصل بسهولة لتعليم وحفظ القرآن الكريم مرحب النهاردة بن نابغة الزهراء حلمي أنديل أهلا بيكي السباح خير عليكي مرحب بشيخة أحمد طلال رمضان أهلا بحضرها شيخ أحمد أهلا بحضراتكم منوارين في مصر جميلة يعني فضلت الشيخ أحمد نقطة تحول في حياة علماء كتير من علماء الأجلاء كانت بداية حفظهم لكتاب الله الكريم والقرآن الكريم يعني مكلمني عن قرب عن الكتاب بتاع الزمان وقد إيه أثر في حياة كل من شارك في هذا الكتاب وحفظ القرآن الله الكريم فضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومنصر على نهجه إلى يوم الدين بداية الكتاب كان هو كل شيء هو المدرسة والمعهد والبيت وكل شيء الكتاب نشأ في عهد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة بدر لما كان عنده الأسرة فيه أسرة لم يمعونش المال لهم يفدوا نفسهم به النبي عمل معهم إيه قال كل منكم إذا أراد أن يفدي نفسه فليعلم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة إن هو مش يقدر يتعلم القرآن الكريم ولا هي يقدر يقرأ القرآن الكريم غلما يتعلم إيه القراءة والكتاب غلما يتعلم القراءة وتعلم الكتاب لذلك سيدنا عبد بن الصمت نفسه وسيدنا زيد بن سابت رضي الله تعالى عنه أرضاه كان ممن تعلم من هؤلاء القوم مش تعلم بس اللغة العربية لا مش تعلم القراءة والكتابة لا نتعلم كمان لغة أهل الكتاب من هؤلاء الناس دي حاجة حاجة تانية بدأت تنتشر مسألة الكتتيب في العهد النبوي وفي عهد الصحابة وفي عهد التابعين سيدنا عبد بن الصمت رضي الله تعالى عنه وأرضاه ماذا كان يقول كان يقول تعلم على يدي كثير من الناس القرآن والكتاب الاتنين القرآن وتعلم كمان الكتابة والأمر يتطور ويتسع شيئاً فشيئاً له عشان بس نعرف ونبين إن الكتاب هو كان كل شيء هو العلماء لما تخرجهم سيخرجهم منه خرجهم من الكتاب ويدي إيه سيدنا النبي كان حريص على قيمة العلم يعني شوف حتى استفادتوا من الأسرة اللي حدرك ذكرتهم عشان يعلموا عشرة بيعلموهم اللغة بيعلموهم علوم الدنيا عشان حتى يتواصل مع العالم الأرض نحن نجد لحضرتك فضلة الشيخ ونعرف لماذا حصرت هذه الظاهرة وهل هناك أسليم أخرى لتحفيذ القرآن بخلاف الكتتيب الآن ولا لا بس عايزة أسمع الزهراء إزايكا زهراء حسنا أنا مستمنة جدا عايزة عرف الأول أنت حفظة قرآن الكريم كله وحفظها بقراءات إيه أنا حفظة قرآن كامل بقراءة حفصة عناعصي حفظها بمثون ومثنة يتفعوا الجزرية بس ممكن نعلي صوتنا بحنا بنقرأ قرآن فنعلي صوتنا علشان بسمع الناس كله هاي أنا حفظة قرآن كامل وحفظها بيتفعوا الجزرية وبقراءة حفظة عناعصي أنا بس علشان كده ربنا بإبارك بحلقتنا أنا عايزة أسمع جزء صغير من القرآن الكريم أي آية أنت تختاريها وبعكية نسمع صوتك في الإنشاد يعني فيما بعد لكن بإن الأساس هو طبعا القرآن الكريم نسمع منك جزء من الممة المحفظية ونتعرفين الثراءات المختلفة يعني مثلا نختاري جزء أو آية وليها بأكتر من شكل فضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير 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 صدق الله العظيم انا نحن نحن نعدي الكريم بطريقة صحيحة مش الطفل أول ما بيجي له مثلا جوله اقرأ يا ابني الف به ته ثه زي كل الناس ماشغلت دلوقت لا انا بيعلمه زي اقرأ الف با تا ثا باللغة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص الطفل بدأ يوصل للمرحلة دي انا انتهيت وصلت الحد كده البداية هي التعلم الصحيح في نطق الحروف البداية اللغة العربية يعني شوف حضرك أنت بتذكر الحروف إزاي ألف باق وهكذا يتعلم الطفل حتى يدخل في محراب القرآن الكريم ويحفظ سيد الكريم اللي إحنا عندنا القرآن الكريم القرآن الكريم علشان أوصل لطريقة صحيحة أقرأ بها القرآن الكريم بطريقة صحيحة لازم أتعلم اللغة العربية وعشان أقرأ أو أتكلم باللغة العربية بطريقة صواب لابد أن أجود القرآن الكريم عند اللغة العربية والقرآن الكريم التي مرتبطين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بإيه بلسان عربي مبين أريد أن أقرأ القرآن الكريم صح لازم أتعلم اللغة التي نزل بها القرآن الكريم صح ألف با تا فا جيم حا خا وهكذا طيب عايز أفهم القرآن الكريم لازم أكون على قدر كبير من اللغة العربية إن أنا عندي ممكن بس مجرد التشكيلة الوحدة فقط تغير المعنى ده مش تغير المعنى وبس لتوديني من واد إلى واد آخر طيب هنا الزهراء هل أنت وانت بتحفظي القرآن الكريم كنت برضو بتفهمي القرآن الكريم بيحصل لك نوع من أنواع الشرح من أستاذك للآيات ولا الأول اللي حفظتها من غير شرح وبعد كده اتشرحت لك أيوة أنا كنت بأحفظ الأول اللي بيشرحي بيشرحي الشرحي إيه على طور ما كنتش أعرف أحفظ غل لازم الشرح يشرح لي القرآن يعني تعرفي معنى الآية أي ما كنتش أعرف أحفظ غل لما أفهم معنى الآية الأول بعدها أعرف أحفظ بي عشان كده أنا فهمت معنى الآية هي بتتحكي عن آية برضو ننتي هتلاه كده أنت بدأت حفظ القرآن الكريم من إنت يا زهراء أنا بدأت وان عندي سنتين كنت بأحفظ قصار السوع من سنتين؟ أنت عندك سنتين؟ يعني حتى الاكتمال النطق اللغوي ما كانش لسه كمل يعني ما شاء الله لكن في فروق فردية فاضلت الشيخ يعني ممكن طفل يستوعب دوت وطفل تاني ولا ممكن كل الأطفال في هذا السن أنها تتعلم أنا أقول لك على الشيء نعم الطفل أرض بحط فيها بذرة البذرة التي توضح في الأرض الأرض تنبوتها بإبن الله الأطفال كلك عندي سواء لذلك أنا أقدر أشكل الطفل الصغير أكثر من الطفل الكبير طبعا أم سيدنا أناس بنّ مالك أول معلمته تخيل كتبت ذرح فيه إيه إيه خادته للنبي صلى الله عليه وعلى الله ولي وسلم كان أول شيء وضع في فمه هو deb تقول له يابني بني يقل لا إله إلا الله وبتكلم ولس يلمش بيتكلم و مع ذلك تقول له بني يقول لا إله إلا الله بني يقول لا إله إلا الله فكان أول كلمة نطقة بها على الإطلاق لا إله إلا الله هو اللي أنت بتزراعه في الطفل التعليم في الصغر كان نقش على الحاجة الطفل مش بيفرج هو ده صعب أو سهل اللي أنت بتحطه للطفل هو بيستوعبه بيعته يعني عشان الناس عادة عندها فكرة كده أن الطفل عشان يبدو يستوعب يعني يبدو يعني يبدو معاملين خمس سنين ست سنين فحرك بتقول إن ده مش سليم ممكن حتى من قبل كده نبدأ نعلم أطفالنا ولو حاجات بسيطة تأهيلاً وتمهيداً لأنه بعد كده تستوعب حاجات أبس أختي الكريمة أنا عمدي خمس سنين أربعتاشر جزء من القرآن ما شاء الله خمس سنين خمس سنوات خمس سنوات أربعتاشر جزء من القرآن نصف القرآن نصف لحد إمتى هنستنى لحد إمتى هنستنى أن نقول لا ابننا مش هيحفظ صغير بعد خمس سنوات بعد ما يدخل الابتدائي لحد إمتى أنا بسعد الوقت إن أنا يكون عندي أصغر حافظ لكتاب الله عايزك تختار لنا حاجة مع الزهراء وتكون فضلتك محفظها لها وعايزين تبين بقى جمال الصوت وجمال الأداء والحفز تفضل قرآن ولا قنشو ده يعني زي ما تختار يعني الإنشاد الدين إحنا ما سمعناهوش عايزين نسمعه منه طيب أنا أقولك على شي أجمل حاجة بسمحها من الزهراء مدح سيدنا النبي محمد أو الإنشاد في جانب سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وعلى الله وسلم ممكن الزهراء تسمعها يلا يا عاشق المصطفى أبشر واتهنه من أطاع المصطفى جزاه الجنة يا عاشق المصطفى أبشر واتهنه من أطاع المصطفى جزاه الجنة صلى الله وسلم صلى الله وسلم على طه المعلم صلى الله وسلم على طه المعلم أنعم ربي وأكرم وأدخلنا الجنة يا عاشق المصطفى أبشر واتهنه من أطاع المصطفى جزاه الجنة أكفر من الصلوات على سيد السادات أكفر من الصلوات على سيد السادات يشفع لك في الزحمات وتدخل الجنة يا عاشق المصطفى أبشر واتهنه من أطاع المصطفى جزاه الجنة اتبع نهجو تشريعه في ماء ما رطعه أدي فرضك جميعه وطبيق السنة طالع البادر علينا من ثانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مصطفانا نورك الغالي أضاء رغم أن في الملحدين فيضه عم البقاع أشرقت شمس الكمال بك يا باه الجمال جل من سوك حقا دائما للخير ساع صفوة الباري محمد درة للكائنات مدحه بل سمل روحي وله يحل السماع صلوات الله تهدا لك منا والسلام يا أبا القاسم يا من أمره دوما مطاع طالع البادر علينا من ثانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع جميل الشيخ أحمد كانت الكتاتيب هي الأساس في الريف المصري بشكل خاص وبعد كده بدأ دورها يتراجع دلوقتي بنشوف دورها بيستعاد الحمد لله إحنا عوزين نعرف إزاي نعمل مثيل الكتاتيب دي في كل مكان في مصف لأن العاصمة مش زي الريف المصري وربما إحنا لأسف بكل أسف يعني إحنا بنعتني أكتر بتعليم ولدنا يمكن الرياضة وده شيء مهم لكن جنب الرياضة بنهمل تعليمهم يعني القرآن الكريم الأحديث النبوي علشان يشبوا حتى على الأخلاق لأنه يعني عوزينهم يعني تعليموا الأخلاق كيف يفقد الشيء اللي يعطيه ففكرة تحفيظ القرآن والحديث الشريف كيف يمكن تعمم في مصر بطريقة الكتاتيب ولكن أكثر حداثة حيضية المشكلة فعلا نحنا بنهتم بالرياضة بنهتم بلغة الغير نعم ونقول هي اللغة المواكبة للعصر نعم صحيح لكننا لو نظرنا لعهد النبي محمد والعهد الصحابة والتابعين ده كان الحضارة ده كان زمن الحضارة ليه؟ لهم ربهم على القرآن ربهم على تعليم القرآن ربهم على أخلاق القرآن نحن أولادنا ممن�ה نحن أولادنا فيه؟ نعم نعم إولادنا على الفيسابوك أولادنا على تويتر أولادنا أمام هنقول ايه هنقول ايه الواجب فعلا ان كل الازهر دور يكون للأوقاف دور لكل العلماء لربنا ادالهم العلم و ادالهم القرآن ان هما يطلعوا دال الناس يحفظهم و يعلمهم انه هو ده كتاب ربنا تركت فيكم ماء ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي يعني فضلت شيخ سؤال شكل اخر وهو عندما سؤلت السيدة عائشة عن اخلاق النبي فقالت انه كان كالقرآن يمشي على الارض هنا اتحول الى الجانب التربوي عند الاطفال او عند الطفل عندما يحفظ القرآن الكريم يعني كيف ترى تكوين هذه التربية في خلق الطفل حتى يعني بعد حفظه للقرآن الكريم هو انا ممكن قاف مع حضرتك بس عند نقطة واحدة هو المفروض ان انا مش هزرح في الطفل الاخلاق بعد حفظ القرآن الكريم أنا مع كل آية ادها له لازم اطلع له منها لازم اعلمه صحابة النبي كانوا بيقولوا ايه تعلمنا العلم والعمل جميعا كانوا يحفظوا الآية ويطبقوها ويتعلموا من اللي فيها لكن الاشكال عندنا دلوقت ان احنا بنحفظ طيب فين الاخلاق فين تفسير الآية دي فين المعالم التربوية والنبع القرآن اللي المفروض الناس تتربى عليه وان اطفالنا تتربى عليه مفروض ان احنا نطلع اولدنا من الاخلاق المشينة لاخلاق القرآن زي ستينة السيدة عائشة لما سألها الاعراضية يا ام المؤمنين حدثين عن اخلاق النبي الامين فقالت له اتعرف القرآن طب ليه ما لتلوش ده اخلاق النبي كان اخلاقه كذا وكذا وكذا لكن ده لتلو ايه اتعرف القرآن قال نعم قالت كان خلقه القرآن ليه عشان تبين ان القرآن مش في خلق ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة الاخلاق كتير جدا النبي كان يمتثل بها ولذلك القرآن قال عنه ربنا قال عنه مقلوش وانك لذو خلق عظيم لعلى ولم يقل له انك هه لصاحب خلق عظيم وانما جاء بحرف على الذي يفيد الاستعلان نعم فالاخلاق اذا ذكرت كان رسول الله عنوانها السلام الاخلاق اذا ذكرت كان رسول الله سيدها قال الله وانك لعلى خلق عظيم فكأنه صلى الله عليه وسلم متربع على عرش الاخلاق جميل نحن نكتب الفقرة بقى مع الزهراء وتختار لنا حاجة سأتسمع هذا انا اختار لاني اقول نشيد عن مصر يالا ضبال اول ما سمعت اسمك في كتاب ربي المبين حنك وجد وزرتك يا بلد الطيبين وساعتها عرفت معانا دخلوها منين انت القلب اللي ساجد في الأظهر والمساجد ملايين على قلبي واحد والاسم مصريين انت الخير اللي طالع بين النس والشوارع انت الحب اللي جامع حتى المتغربين يا مصري تعيش لينا حرة ومن تشتجينا وانت اللي تصبرينا على جرح ناس تنهين منتش اهرم ونيل يا مصري ولا نخيل ده جيل من بعد جيل على عهدك مؤمنين اللي يقول انت هنت يا مصري ملوش مكان وانت كنت ومزلت للناس بر الأمان عظيمة زي منت مهما يطول الزبان انت القلب اللي ساجد في الأظهر والمساجد ملايين على قلبي واحد والاسم مصريين انت الخير اللي طالع بين النس والشوارع انت الحب اللي جامع حتى المتغربين يا مصري انت السفينة وقت الشدة تشلينا بالحب تعدي بينا والداو المجروحين قومي يا أمو العجايب جيب الفجر اللي غايم قومي ولمي الحبايب بعد فراء السنين بعد فراء السنين شكراً جزيلاً بكم ودائماً يا رب كده نحب الزهراء تكون مثل يختذا بيه وشيخ لك مثل يختذا بيه في التربية وفي التعليم عايزة أقول حاجة للزهراء يعني أحسنتي اختيار الأستاذ وربنا يبارك لك فضلت الشيخ وبجد استمتعنا وإن شاء الله يكون عندنا جيل فعلة كامل بالمبادرة بتاعت حضرتك من حفظة الكورآن الكريم شكراً جزيلاً حضرتك كده نلتقي بالفقرة التانية بعد الفاطل فقرتنا التانية عن بولادنا من دور القدرات الخاصة وهي مش احتياجات هي قدرات خاصة لأنهم هم اللي بيحاولنا الميداليات وهم اللي بيجيبوا لنا كل الانتصارات وبيفعوا عالم مصر في كل مكان هم رفعوا عالم مصر فعلاً في إيطاليا وحصلوا على ميداليات جرونزية ودهبية وكمان نشعب بينهم قصة جميلة مليلة مشاعر بريئة رومانسية كللت بالخطوبة وإن شاء الله نكون بالزواج فيما بعد حنتقي ببطالينا محمود صفة عبد الباري ودينة طارق بادر